توقف مشروع The Last of Us 2 وشراء EA لسلسلة ألعاب Pro Evolution Soccer من كونابي يوتيوب هتنصص مع المشاهدين بالأرباح وأخيراً توقف أوبر وسيري في مصر أهلاً بيكم في حلقة جديدة من فكلي نيوز على قناة عرب هادوية مفاجأة غير سرة لمحبي سلسلة The Last of Us 2 ومالكي البلاي ستيشن 4 وده لما أعلنت نوتي دجة عن أنها أجباً من أنها تنافس نفسها وإنها فضلت تبكي على الجزء الأول كالجزء الأوحد للعبة عشان يفضل محافظ على مكانته كواحد من أفضل الألعاب اللي اتعملت في تاريخ الألعاب وده يمكن عشان إلي لها ميول غريبة شوية لا يا عمي يا عمي عيض يا عمي يستقل الألعاب بني يا رب صفقة احتكارية في عالم الإي سبورتس عملتها شركة EA اللي اشترت لعبة Pro Evolution Soccer أو P.E.S أو Peace مع التأكيد على الاستغناء بالكامل عن محركها وبكده هتكون لعبة فيفا هي صحبة السلطة في مجال ألعاب الإي سبورتس ولا عزاء لأطفال P.E.S وفقاً لطويتا لصاحب الشركة نفسه الصفقة تمت ب130 ألف دولار أمريكي هتتدفع على عشر دفعات من مكاسب العشر سنين اللي جايين وزومة سمج أعلنت سوزان تشيرل مان يوتيوب عن نظام جديد هينصص المكسب بين المشاهدين وصنوا على المحتوى ده هيكون عن طريق مشاهدة أكتر من عشر فيديوهات كاملة بدون تخطي الإعلانات لقناة واحدة ولنفس اليوتيوبر اليوتيوب هتستخدم تقنيات شركة الطفاحة في التعرف على أوجه المستخدمين عشان تقدر تصنف المحتوى وفقاً لللي بيقدمه وبناء عليه هتبدأ تقييم المستخدمين من حسد استمرارية في مشاهدة الحلقات وبالطريقة دي هتشجع المشاهدين إنهم يشجعوا صناع المحتوى بعمل فيديوهات أكتر ووقت أكتر عشان يكسبوا أكتر جوجل صراحت إن المشاهدين هم رأس مال يوتيوب وعشان كده من حقهم نسبة من دم الشركة توصل لـ 45% من ربح صناع المحتوى في البداية النظام هيكون بالدعوات وبعد 6 شهر من تجربته هيتم فتحه لجميع المستخدمين وعشان تجي لك دعوة لازم تكون بتشوف على الأقل 10 فيديوهات لنفس الشخص بشكل يومي ومستمر بعد ما استحوزت أوبر على شركة كريم اللي نفسها ليها مع قرار البقاء على أبليكيشن كريم في موبايل بنفس مميزاته أعلنت الشركة عن توقف كل خدمتها في مصر بسبب تكاليف خدمة العملة والتطوير ومستوى الخدمة اللي بتقدمها وكررت إنها هترخص كل عربياتها المملوكة للعاملين كاتوكوسا وبعدين هتستغنى عن أكتر من 7000 موظف لها في مصر مع بدء تنفيذ القرار ده خلالة 3 شهور الجايين الجميل في موضوع استحواز أوبر على كريم إن لو حظيت لك مشكلة مع أي كابتن من كبات كريم هتقدر تشتك كريم كلها لخدمة العملة بتاعت أوبر كررت قبل إنها تحكن الدماء عن طريق إنها توقف تطبيق المساعد الشخصي سيري في الوطن العربي بعد ما حقق أرقام كياسية مؤخراً في عدد مرات التحرش اليومية سيريا عملت ريبورتي لمشكلة باستخدام الزكاة الإصطناعي تتحرص بيو اللي؟ سيريا عملت ريبورتي لمشكلة باستخدام الزكاة الإصطناعي بعد ما تم استغلالها في الوطن العربي من الألاف إنها تقول ألفاظ أبيحة وتعمل مجموعة من التصرفات اللي قازتها هي شخصياً القرار الإيقاف ده جئ بعد ما قبل حاولت تقضي على المشكلة عن طريق توفير مساعد ذكر لها لكن لسوق الحظ وعلى حد قول الشركة نفسها المساعد هو كمان اتحبرش به وده لما كان المستخدمين بيطلبوا منه أرقام سيري والإفصاح زي ما قالت الشركة عن عنوانها عشان يزوروها دي كانت مجموعة أخبارنا النهاردة من فكلي نيوز طب أصيل أكتر مش هتلاقيها في أي حتة وما تنسوش تعملوا لايك لو حلقتنا عجبتكم سابسكرايب لقناة عرب هاردوهير عشان في حلقة جديدة في الأسبوع الجاي من فكلي نيوز وتابعونا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام يا كتاب ترجمة نانسي قنقر